اضطر موظف الشرطة يعمل بمنطقة امن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء لاستخدام سلاحه الوظيف بشكل تحذيري صباح اليوم الثلاثاء وذلك خلال تدخل امني لتحييد الخطر الصادر عن شخص من دو السوابق القضائية يبلغ من العمر 22 سنة كان في حالة اندفاع قوية وعرض عناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الابيض واضح بلاغنا للمديري العامل الامن الوطني ان دورية لفرقة الدراجين كانت قد ضبطت المشتبه فيه برفقة شخص اخر في حالة تلبس بتعريض سيدة للصريقة تحت التهديد باستعمال السلاح الابيض غير ان احدهما رفض الامتتال ووجه عناصر الامن بمقاومة عنيفة عرض خلالها مقدم شرطة للضرب والجرح بواسطة السلاح الابيض مما اضطر هذا الاخير لاستخدام سلاحه الوظيف واطلاق رصاصة تحذيرية مكنت من ضبط المعني بالامر وحجز السلاح الابيض الذي كان بحوزته واشار البلاغ الى انه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن اشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه نيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفية هذه القضية فيما لازالت الابحات والتحرية جاريتنا بغرض توقيف المشتبه فيه التاني ويضاء والضبط من حيام العرشيد هذا هو الشرطة التي تصعب نأجد دخوله قبل ان تخرجوا لا تنسوا ان تابنوا في الاشياء اليوتيوب وبارتجوا الفيديو مع صاحبكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوا ان تقوموا بالجامع اشتركوا في القناة